إلى التفاصيل ونبدأ بشأن الصينية حيث تشهد وسائل النقل والموصلات الوطنية الصينية في جميع أنحاء الصين تدفق ركاب عائدين من عطلة عيد الربيع حيث تم نقل أكثر من 35 مليون و300 ألف مسافر يوم الأربعاء عبر السكك الحديدية والطرق العامة والخطوط المائية وكذلك الطيرون المدني في جميع أنحاء الصين بزيادة 21.6% على أساس شهري وكذلك بنسبة 73% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 ابتداء من صباح يوم الخميس بدأت حركة المرور على الطرق العامة السريعة ترتفع في جميع أنحاء الصين حيث ازداد تدفق السيارات العائدة من مختلف الأماكن هذا وأظهرت البيانات أن عدد السيارات كان قريبا من 50 مليون و700 ألف ليصل إلى أعلى ظروة في نفس الفترة من عيد الربيع في السنوات الماضية من المتوقع أن تواصل شبكة الطرق الوطنية الحفاظ على التشغيل عالي المستوى ليوم الخميس ويوم الجمعة وفي مجال الطيران المدني يخطط مطار العاصمة لتنفيذ 887 رحلة يوم الخميس ومن المتوقع نقل أكثر من 108 ألاف مسافر أما مطار طاشين فيخطط في نفس اليوم لتنفيذ 760 رحلة مع توقع نقل أكثر من 106 ألاف مسافر ومن المتوقع أيضا نقل 10 ملايين و250 ألف مسافر عبر السيق الحديدية من كل أنحاء البلاد يوم الخميس وكذلك تشغيل 10138 قطار ركاب